لكن هو بدل يوم في ما سماه برناعة حكومة لهذه الحكومة جادروا بيان طويل عريب هذا البيان أستطيع أن أقول لإخواني أن يعودوا لحكومة زروال حكومة الشاد اللي قبلوا حكومة زروال حكومة بودفليقة المتعددة واللي هلكت البلاد كلها تعويحية وسلال وبالخادم وغيرهم ستجدون تقريبا نفس الكلام يكرر ينحوا فقرة هنا يزيدوا فقرة لهيه ينحوا كلمة هنا يزيدوا كلمة لهيه نفس اللغة الخشبية نفس الوعود التي لا تنفذ نفس الكلام اللي هو في واقع الأمر لا يمكن الآن بير برو دوين تعالي السيستام هذا اللي هو تب من 51 سنة 52 سنة في إدارة الفشل وفي الإدارة الفاشلة لا يمكن له إطلاقا أن يكون عنده القدرة لكي يحقق شيء يقول مثل الشهير أن فاقد الشيء لا يعطيه حينما تكون أنت نفسك عشت 52 سنة داخل نظام حكم متميز بالفشل وبالرداءة وبالعوجاج وبالفساد وبالرشوة بالتدخلات والمحسوبية وبنعميس كيف يتوصل 75 ينزل عليك الوحي لا يمكن مع ذلك قال لك أنه مذكرا ببرنامج كذلك الذي حظيت بالتسكية الشعبية كلما ستقولون أنك حظيت بالتسكية الشعبية سنقول لك كذبت أنت لم تحظى بالتسكية الشعبية اللي زكاوك هما كمشة الجنرالات على رأسهم المقبور جيد صالح جابوك وحطوك تعالى الموضوع ما زيش تقولنا التسكية بالتسكية الشعبية ما كانش لم تكن تسكية شعبية لانتخابات مع العصابات حينما نقول لانتخابات مع العصابات بمعنى أنها حتى حينما تديرونها وتجرونها فإن الشعب لن يعترف بها الأقلبية العظمى من الشعب حتى البنديسيين البنديسيين هذا السكتمبريين هاهم الآن يصفعون من كل جانب حينما كنا نقول لهم لبعضهم اللي كنا عارفين بأنهم مغفلين أو استغفلوا أو غيبوا أو تم استغبائهم أن هذا النظام ليس له إيديولوجيا ليس له عقيدة ولا يمكن له أن تكون عقيدة الوحيدة هي الشهوات هي الملذات هو النهب هو السلطة والمال وما رأهما وما بينهما وما بعدهما لا يمكن أن يكون لا نوفمبر ولا بديسي ولا بربري ولا إسلامي ولا قومي ولا عروبي ولا شيطاني لا يمكن أن يكون هذا هذا النظام قائم على الشهوات وقائم على الصراعات وقائم بناتهم هم على الصدمات اللي يربح يوصل ولذلك تحدث الانقلابات في الأفكار لأنه ما عندهم مش أفكار وعلى قهر الشعب وإخضاع هذا الوطن 57 سنة كل ما كنا نمر في سنة جديدة كل ما كان الانحراف أكبر وأسوأ وخاصة أن نحن هذه الأيام نتذكر ذكر السبع وعشرين للانحراف العظيم ليسمي آنذاك بينقاذ الجمهورية شفت الجمهورية اللي ينقذوها أين وصلت إذن يقول من خلال انتخابات ديسمبر 12 ديسمبر إلى آخره وكلام كثير يجي حتى يقول لك استعادة هيبة الدولة واسترجاع ثقة المواطنين به هذه العبارة بالذات اللي عاشوا فترة التسعينات وفترة بإداية الألفين يعرفونها وسمعوها آلاف المرات في الخطابات اللي كانت تنشر باسم زروال أو كان يقولها زروال أو كان يقولها بوتفليقة أو كانت ما يسمى بمجلس الوزراء هيبة الدولة هيبة الدولة هيبة الدولة الدولة اللي كانوا يتكلموا عليها على أساس هيبة في الوقت اللي يسموها هيبة الدولة هما كانوا يديروا في نهب الدولة هيبة الدولة في الخطاب ونهب الدولة والشعب والبلاد في الواقع ولذلك خرجنا حداد وخرجنا طحكوت وخرجنا ابن حمادي وخرجونا كل كبار لصوص لنهبوا البلاد شراكة مع الجنرالات الذين يحكمون من خلف السيطار الجزء اللي متدخل في السياسة إذن باسم هيبة الدولة هم هذه هيبة الدولة وين داروا هذا لك لك العصاء لك يعود يذكر بالعصاء أنا أقول شيء من هنا تحمل مسؤوليته مرة أخرى ما فيش انتخابات مع العصابات ولا اعتراف بهذه الحكومة ولا بوزرائها وسيعود الشعب الجزائري إلى نفس السياسة اللي نفذها مع وزراء البائس بن صالح وبدوي ما فيش لا اعتراف بهذه الحكومة ولا اعتراف بالوزراء انتاح وسيعود الناس يرفضون زيارات الوزراء ويقاطعونها ويقطعونها ويلغونها إذا لازم الأمر لأن هذه الحكومة في الحقيقة ليست أكثر من تكملة لما كان يجري العام اللي فات هذا الوقت الفرق الوحيد هو أنها غابت وجوه أكثرها بالسجن أو بالهروب وظهرت وجوه ربما لم تكن بارزة كثيرا لكن العمود الحقيقي الفقري لهذه السلطة هو نفسه وهو دولة الحلوشة لتدير كل ما صار حتى حينما يغيب شكل هنا أو شكل هناك كل ما هناك أن الخطاب اللي كان نوفمبري باديسي لن تسمعوه أبدا من الآن فصاعدا بل أن بعض كبار مردديه ومروجيه بالكذب قد يتم إلقاءهم في السجون أو يطلبوا منهم أنهم يغادروا باش ما يسجنوهمش ويدخلوا في خطابات أخرى باش لعلهم يكسروا الحرك استراتيجيتهم هو بقاء دولة الحنوشة ضد دولة الشعب اللي طلبها الشعب ويكون ذلك بهدم هذا الحرك المبارك لأرعبهم بكل ما تعنيه الكلمة واللي خلاهم وصلوا إلى درجة أنهم يسجنوا بعضاهم وما هو قادم سترون أيضا قبل عشرة أيام كنت قلت لكم سترون العجب كان البعض كانوا تساءلوا ما هو هاكم بديتوا تشوفوه من سجن الناس على قطعة قماش تمثل وترمز للعالم الأمازيغي الثقافي إلى التبهرج بالألوان تعالعالم الأمازيغي الثقافي وكانهم أصبحوا بين عشية وضحاها من العداء الشديد إلى الحب الشديد مما يعني أنه حقيقة كذب كبير وكذب شديد إذن لا اعتراف بهذه الحكومة ولا اعتراف بمجاه خاصة أن كل المؤشرات الآن الواضحة أو التي تتضح مع الأيام تقول أن حكومة تعفاس دين ليس أكثر ترجمة نانسي قنقر